صدت يا كابت مسافة تروحت 15 مرة و 20 مرة و 1000 مرة عشان أصل فرع لو صدك ما جاتش ما جاتش الماتش مش عشان مسلماني ايو 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 ولا مش عشان نادر الاهلي كان كويس لا نادر الاهلي كان أقوى بكتير من الفرع دي لجات الديئة 40 41 نادر الاهلي يجيب 7 أهداف وهو وقعت في البيت يعني لو لعب الناشئين يكسب الفرع دي لجات الديئة 41 بعد الديئة 41 إما ضغط مرتين التلت الهجومي بتاع فيتا ضغط مرتين بس على دفاع الاهلي راحت مرتين على الجول واحدة جات جول والتانية اتقطعت من لا دا شاطها دا شنها وطلحها المهم ان هاي راحوا إما ضغطوا مرتين أول حاجة مسلماني مضغوط من قبل ما يروح كاس عالم وطبعا من كاس عالم جاء من المديلة البرونزية ومجيه هنا بقى ضغط أكتر أولا ما تغلب من سيمبا دي رقم واحد وبعدين طلع الجيش كذبه في الديئة 90 وكان عامل ماتش وحش وطلع جيش كان ممكن يكسب في الماتش دا فهو مضغوط إما كان بيلعب هو بيكسب كتير كان لها لشكله جميل وحلو ومسلماني بيعمل تكتيك كويس بعد أول ماجيه أول ماجيه أول ماجيه بس فهو دلوقتي مضغوط فالمضغوط دا بدأ دلوقتي الناس بتسعى فين الكوري السابتة بتاعته فين التحرقات هو هتقول لي النهاردة الماتش دا مسماني عامل تكتيك يوصل للجول لا الفرقة الفيتا أصلا في الشوت الأولاني فرقة ما جاتش أنا قلت مهيب وانا بتفرد في ثلاث دقائق الكرة تلعت من خط المرمى كان ممكن يبقى لعلي في ديئتين بس تلاتة صفر ليه عشان فرقة ما بتعرفش توقف بتاخد الكرة تيديا للنظام أنا لخو بس